فكرة بناء الأسرة وتربية الأطفال تربية صالحة ده في الحقيقة شيء صعب ومحتاج وقت وتركيز من الأباء والأمهات لازم يكون عندهم كده زورية عشان يبقى عندهم زورية صالحة بدون أي أمراض نفسية لازم أن هما يدوا من وقتهم ومجهودهم ويتعلموا على فكرة يعني هما لازم أن هما طول الوقت الأب والأم يكونوا حرصين على تربية الأطفال على تعليم وفروض الإسلام وغيره من الحاجات اللي لازم نربي الأطفال عليها ونتعلم ونقرأ ونفهم ونسأل لكن إزاي نبني أسرة سوية ونحقق التربية الصالحة ده اللي هنعرفه النهار ده من خلال دفنة اللي منوارنا في الستوديو الشيخ محمود عويس الوعد بمركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهلا بيك يا فندم منوارنا أهلا بيك سواء مخير عليش محمود مباح الخير وكلنا عوانتم بخير يا أهلا بيكو حالك طيبة بخير دايما دايما يعني أفضل حاجة ممكن الإنسان يأملها في حياته أنه يبني أسرة سوية يعني الفلوس بتروح والشغل اللي بيروح وييجي زي ما بنقول والإنسان بيصل لسن المعاش وبيتقعد لكن الحاجة اللي بيبنيها فعلا وفخور بيها قوي في المستقبل أنه بنى أسرة سوية ربّ أولاده كويس علم أولاده كويس زرع فيهم القيم والمبادئ بتاعتنا إزاي نقدر نعمل ده وهل مفروض أن الأب والأم قبل يعني الشباب عمتا قبل الجواز يجهزوا نفسهم لأنه هم لما هيتجوزوا هيبقوا مسؤولين عن أطفال فيبتدوا يتعلموا إزاي نبني أسرة سوية أكيد أول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم وانوالاه هتابعوا داوها بعد كلنا بندور على عاوز أعمل صدقة جريالية بعد الموت فأروح أحط فلوسي في مستشفى في مسجد في كل دير مرية في الشارع في أي شكل من أشكال الصدقة الجريالية وهو ما يعرفش أن أنا عندي أساس الصدقة الجريالية ابني وبنتي في البيت هم دولا الصدقة الجريالية الأولى بتوعي أنا اللي ربنا تباري تعالى يوما قيامة ينفعني بيهم ما وراش أدور بره على الصدقة الجريالية وأنا عندي في البيت أولادي الصدقة الجريالية أكثر حاجة بتخلي الإنسان عنده فكرة الشباب والبنات قبل الزواج لازم يعرفوا أنهم قادمين على مرحلة مهمة ومرحلة خطيرة جدا ألا وهي تربية أو تكوين أسرة يرضاها الله وتبارك تعالى ويرضاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الشباب والبنات مش فهمين إيه القصة أو إيه القضية الله في القرآن الكريم تكلم عن الزواج وقال عنه بأنه ميثاق غليظ مش فهمين يعني هو داخل كده وخلاص مش فهم أنه هيكون مع أسرة وهيكون مع أولاد وهو مسؤول منهم أن الله تبارك وتعالى سيحاسبه عليه ومن قيامة حسن كده سيدنا رسول الله عاوز أسرة متماسكة مترابطة مطمئنة مش عاوز أسرة فيها مشاكل متشتتة هو إحنا الغلقة اللي بيحصل دلوقت يعني ليه النهاردة بنشوف المشاكل الكثيرة الموجودة دي يعني ما نقولش الزمن وما نقولش بقى الكلام ده في حاجة غلط حصلت بتخلي اللي إحنا فيه يعني كنت لسه يمكن بتكلم مع حضرتك قبل الهوى إن النهاردة الأمهات يعني لما بنيجي نتكلم وما بيحاولوا يتخلصوا من أولادهم أكبر فترة ممكنة في اليوم عشان أخذ وقت لنفسي إنها أود دي حضانة بعد كده مش عارفة أعمل إيه بعد كده أعمل إيه عشان لما يرجعوا يبقوا تعبادين فينامه فإلي حصل غلط يا ليه أنا مثلا أمهاتنا ما عملوش كده نعم دي أكبر مشكلة بتحصل حاليا في البيوت إنه مش عاوز ابنه أو بنته أو بنته معها تكون في البيت فبيتخلص كما قلت يعني منه أو منها بأكبر وقت ممكن عامل الصبر عند الآباء وعند الأمهات بالنسبة لتربية الأولاد أقل جدا تجدها غير صبورة مع أولادها وتجده غير صبور مع لا كده كده الولاد مش عايزين يعملوا حيجين مش عايزين يبقى ليهم أي اختلاط بالأطفال الأم والأب غير صبورين مع أولادهم لو أنا كأب أو كأم مش هصبر على تربية أولادي وعلى تربية أبني هصبر مع مين؟ وهما أطفال لازم يعملوا الحركات لهم وبيعملون ولازم أنا أصبر على اللي هما بيعملون تايما الأم هي التي تخرج أجيال واعية لما نشوف المفكرين والعلماء كان أكثرهم يعني اللي أثر في شخصيتهم هم الأمهات أم الإمام الشافعي عليه رحمة الله مين رباه؟ ربته أمه تولد يتيم أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورضاه وغيره من الأمه اتولدوا أيتام فربتهم أمه هذه صبروا أم الإمام أحمد بن حنبل لما أقول لك هي بتعمل معي مع ابنها الأمهات اليوم هيستعجبوا كان هو يقول رضي الله عنه ورضاه كانت أمي بتصحيني قبل الفجر وكانت بتسخل المياه في الليالي الشتاء الباردة وقبل الفجر بتلبسني وتطلع معايا وتوديني عندي المعلم زي المدرسة وتعود الناجل حتى ما خلص الدرس وتجيني تروحني البيت وأخذت تعلمه في هذا السلك حتى صار مين؟ الإمام أحمد بن حنبل بسبب مين؟ بسبب أمه والصبر على تربية الأولاد فتربية الأولاد في الزمن ده لابد له من الصبر من قبل الآباء ومن قبل الأمهات على الأولاد ليه؟ الأولاد عندهم شي طبيعي عندهم فرط حركة بيحب يلعبوا شخصين التزامات أكيد طبعا ومن أهم الحاجات اللي يجب أن تخليها في نفس الطفلك في التربية عزز فيه الثقة بنفسه دايماً امدحه بيحب استفات إليه يعني لا تنكر عليه كثيراً في الزمن ده هو بيحب اللعب ثم قالوا قبل ذلك لعب ابنك سبعة أول سبعة سين دولار لعب مع أولادك وأدب ابنك سبعة وآخي ابنك سبعة ثم ترك له الحبلة على غاربه لما تلعب ابنك سبعة سين أولانية هيحبك بعد السبعة سنين أول ما تقوله صلي صوم اعمل كده ما تعملش كده فهو هياخب منك الكلام لأنه أحبك عشان جد فيه درسول الله كان عنده فكرة على هذه قال علموا أولادكم الصلاة لسبعة أول ما يبدأ سبعة سنين علموا الصلاة قبل السبعة سنين ما تعلموش أي حاجة خالص يعني قبل السبعة سنين ما هو هيشوفني مثلا بصلي ما فيش مشكلة خلي صلي فهيسألني أي أنت بتعمل إيه فهاشرح له يصلي معاك لكن لا تعمل يعني إيه قدوة معاك يعني تكون التربية بإيه بالقدوة بالفعل لكن مع علموش مثلا يشوفك تمام يعني قبل السبعة سنين نحن بنتكلم عن التربية الصلاحة عشان تخرج أبناء أسوياء نفسيا وده اللي احنا بندور عليه قلنا من أول حاجة اللي هي الصلاة أول حاجة هنعلمها الأولاد هي الصلاة طيب أنا هاخده يصلي معايا يعني يقد الصلاة حركيا فقط ولا أبتدي أقوله بقى احنا في الركعة الأولى بنقرأ كذا ثم كذا وبعدين التشاهد وحفظه التشاهد وقوله لي احنا بنقوله التشاهد قبل السبعة سنين لو هو بيفهم أو عنده الإدراك على حسب الطب طبعا كل طفل له إدراك معين تمام لو هو بيفهم ايه معنى الصلاة ايه معنى إدراك ايه معنى قرآن كريم فاهمه لا هو لسه مش فاهم خليه من الحركات معك تمام الحركات دي هتنتج بعدين انه يتعود تمام وخلي بالك الصلاة لها ثقل ثقيلة وإنها لكبيرة إلا على الخاشرين الصيام له ثقل له شدة الصحابة زمان كانوا بيعلموا أوردهم الصيام صفت يعني من أول الصحب لغاية المغرب يدوهم اللعب يلعبوا في أول ما يبكوا يدوهم اللعب لغاية لما يأنزن المغرب ليه انه هو تعود على تعود على الصيام وهو صغير باع كده هيكبر هيصوم يعني حالي بنشوف شباب طول بعرض ومش بيصوموا ليه ما تعودوش على كده إن الصيام صعب جدا الصيام عبادة فيها مشقة لذلك رحم الله والدا أعانى ابنه على بره حلوة قاودي رحم الله والدا أعانى ابنه على بره عاوز ابني يبرني ويسمع كلامي أنت السبب الأول لذلك ساعات كثيرة ساعات كثيرة جدا يعني ما بقاش أنا بهينه بضربه بعنفه وأقوله أنت مجبر تبقى باربية ساعات كثيرة جدا عقوق الأبناء يكون بسبب الأباء موظم الوقت موظم لأنه عمل مع حاجة مش كويسة فأنا ليه ليه أخلي ابني عقل زي ما الرجل راح لسيدنا عمر قال يا عمر أنا ابني تعبني ومغلبني ومسمع كلامي تعال يا ابني ما لكم ما لأبوك اسمع كلامه قالوا يا أمير المؤمنين ما حقوق الولد على أبيه كل واحد لدي حق حق متبادل قالوا حقك على أبيك أن يختار لك أما صالحة وأن يختار لك اسما صالحا وأن يعلمك شيء من القرآن دي حقوق الأولاد على الآباء تمام قالوا يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل معي واحدة من الثلاثة لما قيه يتجوز يتجوز كده خلاص ما اختارش كويس ولما اتولدت سمان اسم مش كويس والله ولم يعلمني شيء من القرآن الكريم تعرف المشكلة فين المشكلة أنه اللي أدرك ده أن الأب نفسه ما أدركش ده والورد هو اللي أدرك سيد عمر قال له اذهب فقد عققت ابنك قبل أن يعقك أنت عاوز عاوز بر من ابنك وعاوز صلاح من ابنك وعاوز 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 وإنت أصلا مدتهش الحاجة فهو هتعلم منهم مش هتعلم أول حاجة من التفضل لا هتعلم من البيت الأول من الأم الأول لكن هل على الإبن هنا زمب اه طبعا مش معنى أن الأب مقصر في حق ابنه إن الإبن يقصر في حق الأب لا كل واحد عليه حق وليه واجب وكل واحد يؤدي هذا الحق وليس معنى أن الثاني يقصر في حق الأول إن الأول يقصر في حق الثاني طيب زمب الأباء والأمهات اللي بيعنفوا أولادهم بيقللوا الثقة فيهم بيهزوا لهم أي يعني ما بيعلموا همش حاجة بالعكس طول الوقت بيتقدوهم النوع اللي احنا بنشوفه كتير هم أكتر ناس هيتضروا بعد كده اللي واحد عاوز ابنه يكون سوي معه في تفكيره نفسيا حتى بأكده لما يخش مدرسة ويتعاون مع أولاد وبنات يبقى عنده فيه مشكلة يبقى عنده انطوائي الانطواء ده بيجي من فين؟ بيجي من البيت مش بيشارك ابنه ولا بنته معه في أمور البيت ولا في كده ولا انا عاوزت يا ابني انت اعمل حاجة بنفسك اعمل كذا ويعمل كذا وانا اوجه له النصيحة يعني مش مباشرة مغلفة ليه اقول له لو عملت كده يعني ثوابك كده دي حاجة اسمها حلان دي حاجة اسمها حرام اعتمد على نفسك ده من امدحه وبأحب زي ما سيدنا رسول الله كان يعني يندهي الصحابة وبسم الصحابة بأحب الصفات وبيحب الأسماء إليهم ودائما كان بيعلمهم هم على الأكل مثلا كان واحد عيل معه صغير عمل ياكل من هنا وياكل من هنا وياكل من هنا وقال حنا بيقال له كل مما يليك يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك حاجة سهلة جدا وكان ما بيعنفش حد من الصحابة ولا حد من الأطفال بالعكس كان بيحبهم وكان بيلعب معهم وكان عادي جدا حتى ولو في الصلاة دي برضو من التربية أن تحب ابنك في الصلاة حتى لو جاه النبي كان سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين في مرة بيصلي وراح ركب على ظهر وعلى كتفه وطول جدا في السجود ما هو مش عاود يرفع من سجوده لقات لما الحسن أو الحسين ينزلوا فالصحابة ظنوا أن في مشكلة مع النبي النبي انتقل أو قوب ده تروحه فقال لا هو ابني كان بيلعب على ظهري فما رضيتش أنا أقول درس يعلمه حتى ينتهي من لعبه صلى الله عليه وسلم فدي حاجة عظيمة جدا في التربية إن حبب ابني فيي وأنا أنا الصمام الأول لابني ولازم أخلي ابني أو بنتي ما يستحوش قبل أنهم ما يكلموني وأي مشكلة يعرضوها علي ما يخليش ابني أو بنتي يسمع أو يتكلم مع برة مع صحابه مع صحابته لازم أخلي ابني يتكلم معاي وبنتي تتكلم معاي وأنا أوجه لها النصحة والرجد لأن أنا أعلم بمصلحة ابني أو بنتي يعني وهو ده يمكن خليني أقول الكتالوب كده أنه إزاي نبني أسرة سليمة صحية مؤمنة خليني أقول وقدوتنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام بنشكر حضرتك الشيخ محمود عويس الوعز بمركز الأزر العالمي للفتوى الإلكترونية كل شكر لك يا فن شكر الله عليكم جميعه شكر الله لكم شكر الله لكم